تتابعون بعد قليل في الأولى المغرب وروسيا شراكة استراتيجية عززت روسيا والمغرب الشراكة الاستراتيجية بينهما بتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في عدة مجالات يأتي ذلك خلال اللقاء الذي جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث أكد أطرفان ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تركيز على التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودفع الحوار الوطني الليبي قدما إلى الأمام وتسوية الأزمة اليمنية كما أصدر الملك محمد السادس وبوتين في ختام محادثاتهما بيانا حول التصدي للإرهاب الدولي حول هذا الموضوع ينم إلينا من الرباط رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور طارق التلاتي دكتور طارق أهلا بك مرة جديدة معنا في الأولى من سكاينيوز عربية كما تبعنا في هذا الخبر عدد من اتفاقيات التعاون مذكرات التفاهم في عدة مجالات تم توقيعها يعني بين المغرب وروسيا إلى أي مدى دكتور طارق يمكننا الحديث عن مرحلة شراكة جديدة تجمع المغرب بروسيا مساء الخير تحية لك ولمشاهدي قناة سكاينيوز عربية بطبيعة الحل هذه الزيارة وإن تأخرت قليلا لأن موعدها أجل كم من مرة لظروف ارتبطت أحيانا بسياقات بظروف داخلية ولكن هذه المسألة ليست جديدة على اعتبار أن المملكة المغربية كانت قد عبرت خلال سنوات الأخيرة على الأقل سنتين الأخيرتين أن المملكة المغربية في إطار تدبيرها لشركائها الاستراتيجيين الجدد روسيا بطبيعة الحال كانت ضمن هذه الأجندة اليوم الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك لروسيا الفيدرالية هي بطبيعة الحل استمرار للعلاقات التاريخية التي ربطت المملكة المغربية بروسيا سواء في عهد الاتحاد السوفيتي أو روسيا الفيدرالية الحالية وبطبيعة الحل هذه العلاقات وإن كانت سابقا في إطار المد والجزر فيما يرتبط بالشرق والغرب إلا أنه اليوم في هذه الضرفية جلالة الملك بطبيعة الحل بدهابه إلى هناك لإعطاء دفعة جديدة وقوية لهذه العلاقات على المستوى الاقتصادي التجاري أولا ولكن أيضا في بعدها الدبلوماسي السياسي على المستوى والذي يهم بشكل أكبر هو أن المملكة المغربية جلالة الملك استطاع من خلال هذا التحرك إلى روسيا الفيدرالية أن يستصدر بيانا مشترك مع روسيا الفيدرالية حول قضية الصحراء المغربية فيما يعرف اليوم بأزمة أمين العام للأمم المتحدة السيد بيان كيمون وانحرافه عن مصار توصيات مجلس الأمن بالفعل مواضيع عديدة تم التحدث عنها وصدرت في البيانة الختامة لهذا اللقاء الذي جمع الجانبين لكن ذكرت في بداية حديثك أن الزيارة تم تأجيل أكثر من مرة إلى أن تزامنت مع تطورات مفاجئة فيما يخص الملف السوري بالتحديد وصدرت هذه القرارات من روسيا بالتحديد اليوم مع سحب قواتها من سوريا ما الدور الذي تلعب برأيك المغرب اليوم في هذه المرحلة الانتقالية إذا أمكننا القول وفي ظل كل ما يجرف المنطقة نعم أولا أريد أن أشير إلى مسألة محددة من الناحية الاستراتيجية وأن المملكة المغربية على مستوى إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط صار رقما وازنا في المعادلة الرقمية بمعطياتها على مستوى ميزان القوى ولاحظنا كيف أنه على مستوى الاستعلامات والاستخبارات أمنيا صار بطبيعة الحال محج للدول الغربية والدول المؤثرة عالميا وبطبيعة الحال إذا كان له حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقات قوية استراتيجية أيضا مع أوروبا فلم يكن هناك ما يمنع لكي تكون له هذه العلاقات في بعدها الاستراتيجية أيضا مع روسيا والتي هي فاعل بطبيعة الحال في الأزمة السورية وليس فقط في المنطقة ولكن أيضا على مستوى شمال إفريقيا من خلال الأدوار التي تلعبها لا ننسى بأن اليوم روسيا بدورها التي قامت بها على مستوى الشرق الأوسط قد استطعت أن تنزل فعلا مقولة تشيرشيل حينما قال إذا غابت روسيا غاب ميزان السلام ونلاحظ اليوم على أنه موضوع مهم أود أن أطرحه قبل انتهاء وقت المقابلة أن المغرب اليوم رحب بمبادرة روسيا أيضا تشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب كلنا يعلم أن دور المغرب مهم جدا في التحالف الدولي اليوم دور استخباراتي كبير ما الدول الذي يمكن أن تلعب اليوم المغرب في هذه المبادرة الروسية الجديدة؟ نعم بطبيعة الحال للمملكة المغربية هي كما صارت تنعة اليوم بأنها مدرسة استخباراتية ودول الغربية لاحظنا كيف أن القوى المؤترة عالميا فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية كلها تعتمد أيضا تعتمد على هذه المعطيات القوية للمملكة المغربية في مكافحة الإرهاب ليس فقط على مستوى أوروبا ولكن أيضا في الساحل جنوب السحراء وبالتالي روسيا أيضا من خلال دورها في محاربة الإرهاب المستوى تنظيم الدولة وتداعيتها وارتباطاتها في سوريا الآن بطبيعة الحال هناك تقاطعات كبيرة مع المملكة المغربية فيما يرتبط بالحد من هذه الظاهرة ولاحظنا كيف أن المملكة المغربية اليوم بتعليمات من جلالة الملك اتجه كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى دولة ساحل العاجل لإمداد هذا البلد الصديق بالمعطيات الاستعلاماتية والاستخباراتية من أجل توقيف المد تنظيم القاعدة في هذا البلد وبالتالي اليوم المملكة المغربية شريك استراتيجي قوي على المستوى الأمني ولهذا روسيا وجدت هذا التقاطع مع المملكة المغربية شكرا جزيلا لك رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية دكتور طارق تلاتي على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك